اهلا بكم والبداية مع العنوين فيسبوك يعز السبب الرئيسي لتعطل منصاته الى تعديلات خاطئة في الاعدادات والبنتاجون يفتح تحقيقا حول فرضية حصول تهديد امني واشنطن ترحب بالمحادثات السعودية الايرانية ومسؤول امريكي يعلن التزام ادارة بايدن بالدبلوماسية مع طهران في هذه المرحلة الرئيس الفرنسي عرب عن اماله بانتهاء التوتر مع الجزائر قريبا ويصف علاقته بالرئيس الجزائري بالودية جدا رئيس بعثة تقص الحقائق الى ليبيا يؤكد للميادين ان الاف المرتزق السوريين الذين استقدمتهم تركيا للقتال في ليبيا جندهم الجيش السوري الحر قال موقع داون ديتكتر المتخصص برصد اعطال الخدمات الرقمية ان العطل الذي اصاب فيسبوك وتطبيقاته امس هو اكبر انقطاع شاهدناه حتى الان وفيما عادت المواقع الى العمل جزئيا وتدريجيا فجر اليوم قدمت فيسبوك اعتذارها بسبب العطل وعزت السبب الرئيسي الى تعطل منصاتها لتعديلات خاطئة في الاعدادات وقالت مجلة فوربس ووكالة بلومبرغ ان مؤسسة موقع فيسبوك مارك زوكربورغ خسر نحو 7 مليارات دولار نتيجة تراجع اسهم الشركة بنسبة 5% فجأة توقف كل شيء عطل يصيب موقع فيسبوك ومنصتين واتساب وانستغرام التابعتين للشركة نفسها ويؤدي الى خروجها جميعا عن العمل في عدد كبير من البلدان لم تفلح محاولات المستخدمين المتكررة في معاودة الدخول الى هذه المواقع ما خلق بلبلة كبيرة في اوساطهم فتساءلوا عما هي ما حدث سريعا اصدر فيسبوك والمنصات تابعة له بيانات اكدوا خلالها حدوث عطل من دون ذكر طبيعته وقالوا ان العمل جار لاصلاحه في اسرع وقت ممكن لكن ما حدث يعد امرا نادرا وغريبا لجهة تعطل هذه التطبيقات المترابطة في الوقت نفسه وعدم ذكر الاسباب اثر ذلك ظهر جليا في تراجع اسهم فيسبوك على نحو ملحوظ ولان مصائب قوم عند قوم فوائد شهدت مواقع تواصل اجتماعي اخرى كتويتر وتليجرام نزوحا جماعيا اليها من قبل المستخدمين لكن الامر لم يخلو من المشاكل فهذا تهافت خلق صعوبات لدى بعض المستخدمين نتيجة الضغط الكبير ترافق ذلك مع حديث وسائل اعلام امريكية عن اعطال في موقعي امازون وجوجل داخل الولايات المتحدة اضافة الى صعوبات باجراء الاتصالات الارضية اعطان متنامية ربطها ناشطون بمقابلة تلفزيونية سبقتها مع المسؤولة السابقة في موقع فيسبوك فرانسيس هوغن التي تحدثت عن تدخيم التطبيق تقييم الكراهية ونشر المعلومات المضللة وتعزيز الاضطرابات السياسية سقوط منصات التواصل الاجتماعي استدعى تعليق البيت الابيض الذي قال ان وسائل التواصل تمتلك قوة اثبتت انها لا تستطيع السيطرة عليها المتحدثة باسم البيت الابيض رأت ان قيود المنصات الداخلية غير مجدية مشيرة الى ان الادارة الامريكية ستواصل دعم الاصلاحات الجذرية داخلها رحب المبوث الامريكي المعني بالملف الايراني روبيرت مالي في تغريدة عبر تويتر باعلان الصعودية عن اجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الايرانية الجديدة مالي امل ان يصهم الحوار في تهديئة التوترات ومعالجة المخاوف الاقليمية المستمرة واكد ان العودة الكاملة والمتبادلة الى خطة العمل الشاملة المشتركة ستدعم هذه الجهود الاقليمية نقلت وكالة رويترز عن مسؤول امريكي قوله ان الامريكيين سيبلغون نظراءهم الاسرائيليين ان واشنطن لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية مع ايران لكنها ستكون مستعدة لسلوك سبل اخرى من اجل ضمان عدم حيازة طهران اسلحة نووية المسؤول الامريكي اضاف ان زيارة مستشار الامن القومي الاسرائيلي لواشنطن ستتيح التوصل الى تقييم لمدى تطور برنامج طهران النووي واشار الى ان الخبراء الامريكيين يعتقدون ان الوقت الذي تحتاجه ايران لجمع اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية تقلص من حوالى سنة الى بضعة اشهر موقع اكسيوس افاد بدوره نقلا عن مسؤول امريكي بان واشنطن لن تعرض على ايران تنازلات لمجرد استئناف المحادثات النووية ولفت الموقع نقلا عن المسؤول قبيل اجتماع مجموعة العمل الامريكية الاسرائيلية الى ان ادارة بايدن والحكومة الاسرائيلية الجديدة اجرتا تقييما مواثلا لوضع برنامج ايران النووي لكن هناك خلافات حول كيفية الرد عليه اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كامال وندي ان بلاده تخصب اليورانيوم حاليا بنسبة 60% واشار الى ان منشأة كارج تحت سيطرة الاجهزة الامنية الايرانية ولا يمكن نصب كاميرات المراقبة فيها من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله علي القحوم في اتصال مع الميدين ان دعوة الخارجية الامريكية انصار الله الى وقف القتال في اليمن غير صادقة هذه البيانات من وزارة الخارجية وكذلك من اي مسؤول امريكي هي تثرت في هذه الايام نسمع يعني نرى كبير من التصريحات لكن في الواقع ان العدوان مستمر الغارات مستورة الاجرام الامريكي مستمر في جكل ابناء اليمن وتفكي دماءهم في كل مكان فلماذا ايضا الحصار يزداد اكثر واكثر بتوديهات وبضو اخضر من الامريكان فلماذا يطالبون ابناء الشعب اليمنى وهم في موضف المدافع وهم في عدوانهم مستمرون في مؤامراتهم مستمرون قال مسؤول امريكي رفيع المستوى ان وفدا امريكيا برئاسة مستشار الامن القومي جيك سوليفان اثار قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في محادثات مع مسؤولين سعوديين كبار لسبوع الماضي وفي وقت سابق التاقى سوليفان والمبعوث الامريكي للشرق الاوسط بريت مكورك بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الرياض وكان الهدف الرئيسي للمحادثات مناقشة الحرب في اليمن وسبل ترتيب وقف اطلاق النار اعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لتأمين الانتخابات العميد غالب العطية مباشرة القوات الامنية العراقية بالانتشار قرب مراكز الاقتراع استعدادا للانتخابات النيابية واضف في بيان انه تم توزيع القوات الامنية على نحو 8 270 مركزا في بغداد والمحافظات استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام اكدت النطيقة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق جمانة الغلاي للميادين ان العملية الانتخابية ستجرى بكل نزاهة ولا يمكن لاحد اختراقها الانتخابات تعمل وفق قانون الانتخابات رقم 9 سنة 2020 فبالتالي على مفوضية الانتخابات ان تقوم بالعدوى الفرز اليدوي لمحطة واحدة في كل مركز اقتراع وسيتم اختيار هذه بالقرعة اليدوية امام المراقبين الدوليين واكلاء الحزاب والمراقبين المحليين سوف نقوم باختيار هذه المحطة في المكتب الوطني وتبليغ مكاتب المحافظات الانتخابية كافة لاجراء هذه اذا كانت النتائج مطابقة يعني فيعاد هذا المركز الصحيح وتسير هذه النتائج اذا هناك اختلاف اكثر من 5% في النتائج يعاد عدوى فرز المركز بالكامل واعتماد العدوى الفرز اليدوي بالنتائج فليطمئن الناخب ان العملية سوف تجري بكل رصانة ولا يمكن لاحد الدخول الى العملية الانتخابية او اختراقها فضلا عن ذلك ان هذه العملية معتمدة على خوارزميات خاصة معتمدة على شفرات عالية فبالتالي لا يمكن اختراق هذه العملية وفي المواقف اكد رئيس تحالف الفتح دي العامري ان النصر على داعش تحقق بدماء العراقيين من دون اي دعم امريكي وبين ان الحشد الشعبي اوجد للمقاء وهو ظهير للجيش العراقي وقال العامري في كلمة له خلال المهرجان الانتخابي لمرشحي الفتح في محافظة ديالا ان الحشد يتميز بتنوع اطياف الشعب العراقي كافة ولافت الى انه ضمان لوحدة وكرمة واستقلال العراق حاضرا ومستقبلا اعلنت خلية الاعلام الامني القاء القبض على مسؤولين كبيرين في داعش في الانبار غرب العراق واضفت في بيان ان احد الارهابيين كان يشغل منصب المحقق الخاص لما يسمى سجن العسكري لداعش شمن القائم في الانبار وان الارهابي الاخر كان يشغل منصب المساعد الاول للمدير ما تسمى الشرطة العسكرية لداعش في ناحية العبيدي في قضاء القائم اعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة على قاعدة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق واضافت عبر حسابها في تويتر ان قوات تركية خاصة سيطرت على قاعدة المقر الشرقي في افاشين باسيان في منطقة عملية مخلب الصائقة بعدما تمكنت من الدخول الى الكهف الذي اقيمت فيه وقالت ان العملية اسفرت عن مقتل 12 من عناصر الحزب بحسب الوزارة هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل اهلا بكم من جديد في فلسطين المحتلة افاد محامي هيئة شؤون الاسراء والمحررين كريم عجوة بان الاسير محمد العارضة شرع اليوم في اضراب مفتوحا طام احتجاجا على ظروف عزله القاسية ولفت عجوة في بيان له الى ان ادارة سجن عسقلان اجرت محاكمة داخلية للاسير العارضة يوم الجمع الماضي وفرضت عليه مزيدا من العقوبات المتحدث باسم هيئة شؤون الاسراء والمحررين حسن عبدربو اكد ان الاسير العارضة مزجون في غرفة ليس فيها اي من مقاومات الحياة وشدد في اتصال مع الميادين على انه اذا طال امد اضرابه عن الطعام فهذا سيؤثر كثيرا على صحته تم التنكيل به كبقية الاسراء الاخرين حيث تم زد به في زنزانة عزل انفراضي في معتقل عسقلان معزول فيها عن المحيط الاتقالي بشكل كامل لا يتواصل معين من الاسراء وفرضت عليه عقوبات بمنع الزيارة ومنع الكنتين وايضا عدم القروج الى القرى واذا ما خرج الى المحامي يخرج مكبل اليدين والرجلين هو في زنزانة وسخة وقادرة يعني عملية الخوض في الاضراب المفتوح عن الطعام واذا ما طال امد هذا الاضراب ينعكس سلبا على الحالة الصحية ولكن اسران البواسل داخل السجون اعتادوا بانه لا شيء يتم تحقيقه وانتزاعه من حقوق والحفاظ على الكرام الوطني والانساني لا شيء يتم دون تضحية وتون تقديم سمن باهب لذلك كلام رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بنات عن عملية سرية للمساد للحصول على معلومات عن مصير الطيار الاسرائيلي رون اراد عرضه لانتقادات كثيرة في ظل اتهامه بالتوظيف السياسي لعملية امنية فشلت في تحقيق اهدافها تقرير منال اسماعيل اعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بنات من على منصة الكنيسة عن عملية امنية للمساد لكشف مصير الطيار الاسرائيلي رون اراد اثر الكثير من الانتقادات والتساؤلات في اسرائيل لجهة توقيت الكشف عن العملية والغاية منه منتقدوا بنات من محافل امنية وشخصيات سياسية واوساط اعلامية ابدوا استغرابهم لتصرف بنات الذي لا فائدة منه واتهموه بالتوظيف السياسي لعمل امني سري ما كشفه بنات عن عملية رون اراد لم يكن له فائدة والهدف الحقيقي منه كان محاولة اظهار نفسه كرئيس حكومة يجلب معه الى منصة الكنيسة معلومات سرية يمكن اخبارها ما حصل كان طفوليا والصناعيا اللافت والمثير للدهشة برأي مراقبين ان بنات لجأ الى هذا التوظيف مع علمه المسبق بان العملية فشلت في تحقيق اهدافها ولم تحمل جديدا في مخص مصير رون اراد هناك انتقاد في المؤسسة الامنية والعسكرية لما نشره رئيس الحكومة في الكنيسة لقد قالوا انه كان يفضل عدم النشر لانه لم يحدث اي اختراق للاسف الامر هو مجرد عنوان ودراما سياسية اكثر مما هو مضمون رئيس الموساد قال بعد العملية لرجاله انها كانت عملية شجاعة وجريئة ومعقدة لكنها لم تكن ناجحة لقد فشلت بنت تعلم التفاخر بعمليات سرية نحن نعرف ممن ولكن يبدو لي ان الامر زائد عن الحد وهذه الزيادة على خطابه كانت طفولية نوعا ما ما كشفه بنت عن عملية الموساد التي لم تحقق اهدافها اعاد برأي خبراء تسليط الضوء على فشل اسرائيل بكل اجهزتها الاستخبارية وعلاقاتها السياسية والامنية المتشعبة في حل لغزي رون اراد الامر الذي يضع تحديا دائما امام اسرائيل بعد 35 عاما على وقوع اراد في الاسر تستعد الحكومة اللبنانية لجولات معقدة من التفاوض مع صندوق النقد الدولي هي مفاوضات يأمل لبنان ان تفضي الى وقف الانهيار بعد الحصول على مساعدات قد تصل الى 3 مليارات دولار فيما تحذر احزاب من الخضوع لاملاءات الصندوق ولسيما بعد تجارب غير مشجعة في اكثر دولة متعثرة تقرير عباس صباغ ينتظر لبنان ما سيقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات لوقف الانهيار في البلاد فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي امامها مهمات معقدة للمواءمة بين شروط الصندوق المعروفة في اغلبها وبين التوافق الداخلي لمنع فرض شروط لا يمكن الا ان تضر بالطبقة الفقيرة والتي اضحت تمثل نصف الشعب اللبناني بهذا ان ابرز ما يطلبه صندوق يكمن في سلسلة اصلاحات يصر عليها مع الدول الداعمة لبيروت وفي مقدمها فرنسا فباريس تنتظر من حكومة ميقاتي الشروع في التفاوض الشاق مع الصندوق وتنفيذ الاصلاحات جو الرأسمالية المتوحشة اللي هو المسيطر على الاقتصاد اللبناني يعطي دعم لصندوق النقد الدولي حتى الدولة تتنازل اما داخليا فالاعتراض على فرض الضرائب لزيادة الايرادات بموازاة تقليص النفقات يقلق بعض الاحزاب وفي مقدمها حزب الله الذي حذر من الخضوع للشروط المسبقة للصندوق ندين كل اجراء نقدي او مالي او اقتصادي يفاقم الضغط المعيشية على اللبنانيين اما المشرعون اللبنانيون فيعتقدون ان الاصلاحات يجب ان تبدأ من قطاع الكهرباء يجب ان نذهب الى صندوق النقد ونقول لقد اتخذنا قرار بهذا الشأن اتخذنا قرار بتعيين هيئات نظمي مجالس ادارة تفعيل المؤسسات ابرز ما يواجهه لبنان في هذه المرحلة المعقدة هو اعادة هيكلة الدين العام بعد توقف حكومة حسان دياب عن دفع بعض المستحقات للدائلين الخارجين عاد عن اعادة هيكلة القطاع المصرفي وسط كل هذا لا يزال لبنان او ما يسمى الدولة العميقة يرفض العروض من روسيا والصين وايران لاصلاح قطاع الكهرباء وتزويده بالمحروقات وهذا يرسم الكثير من التساؤلات بشأن هذا الرفض والدول الامريكي في ابقاء الحصار على لبنان لا اجماع لبنانيا بشأن منهجية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسط اعتراضات من اطراف سياسية وازنة على تطبيق الوصفات الجاهزة لهذا الصندوق لسيما ان التجارب اثبتت ان املاءات الصندوق عادة ما تفاقم الازمات في الدول المتعترة عباس صباق بيروت الميادين هدد رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستاكس باعادة النظر في العلاقة الثنائية مع لندن كاستاكس اضاف انه سيوعيد النظر في كل الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي ابرمت برعاية الاتحاد الاوروبي وبالتعاون الثنائي بين بلاده والمملكة المتحدة واكد انه طلب من المفوضية الاوروبية التحرك واتخاذ موقف اكثر حزما تجاه بريطانيا فيما يتعلق بالخلاف بشأن الصيد بين باريس ولندن وشدد على انه سيضغط اكثر لدفع البريطانيين لاحترام تعهداتهم اذا لازم الامر قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ان العمل يجب ان يستمر مع الجزائر معربا عن امله بان تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا ماكرون وفي مقابلة مع اذاعة فرنس انتر لفت الى ان علاقات ودية جدا تربطه بالرئيس الجزائري وقال انه من الافضل ان نتبادل الحديث وان نحرز تقدما وضاف انه يجب مواصلة فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام تقرير للجنة تقصي الحقائق بشأن ليبيا يؤكد ان المرتزيقة السوريين الذين ارسلتهم تركيا الى ليبيا جندتهم ميليشيا ما يسمى بالجيش السوري الحر مقابل اجر مالي تقرير موسى عاصي للمرة الاولى تكشف الامم المتحدة عبر تقرير للجنة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا دور المرتزيقة السوريين في الحرب الليبية التقرير الاممي كان واضحا هؤلاء تم تجنيدهم من قبل ما يسمى الجيش السوري الحر وتم ارسالهم الى ليبيا من قبل الاتراك مقابل اجر مادي اجرنا 150 مقابلة مع كثير من الضحايا وكثير من الشهود وكثير من الفاعلين الذين في لقاءات تحاطوا بالسرية وبكل ظروف الطمأنينة والامن صرحوا بكل مسؤولية على هذه القرقات المرتزقة الذين تحدثت عنهم قابلنا بعضا منهم وادلوا بتصريحات تم تثبتها في التقرير ماذا تقول على التصريحات؟ تقول كيف تم استدراجهم والمجيء بهم وتجنيدهم مقابل اجر للقتال في ميليشيات وفي جماعات خارج القانون المرتزقة ارتكب انتهاكات يرقى بعضها الى جريمة حرب كما يؤكر تقرير لجنة تقصي الحقائق اشارت تحقيقاتنا الى ان المقاتلين الاجانب من المرتزقة لم يغادروا ليبيا كما هو مطلوب هؤلاء سهموا في هجمات متعددة ولسيما في محيط طرابلس وزروا الغاما في 35 موقعا تشهد الولايات المتحدة سباقا مع الزمن في ظل استمرار الخلاف بين اعضاء الكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام وينذر ذلك بكارثة اقتصادية تتهددها في حال تخلفت عن سداد ديونها التي تتجاوز 28 تريليون دولار تقرير محمد كريم لا ضمانات مقدمة من الرئيس الامريكي جو بايدن لتفادي التخلف عن سداد الولايات المتحدة ديونها التي تتجاوز 28 تريليون دولار بايدن حملت جمهوريين المسؤولية عن اقتراب الازمة من محطتها الحاسمة التي ستكون عندها الحكومة عاجزة عن الإفاء بالتزاماتها المالية في الداخل والخارج لا يرفض الجمهوريون أداء عملهم فحسب بل يهددون بمنعنا من إنجاز أعمالنا هذه مواقف خطيرة ومتهورة أكثر من ربع الدين أي ما يقدر بنحو 8 تريليون دولار هو من عهد ترامب الجمهوريون ردوا برامي الكرة في ملعب الديمقراطيين وقالوا إن فشل بايدن في ردم هوة الخلاف بين جناحي الحزب التقدمي والتقليدي هو ما أبطأ التوصل إلى التوافق بشأن رفع سقف الدين أو تمرير الحزم الاقتصادية المقترحة والمتعلقة بالبنى التحتية وملفات الرعاية الاجتماعية الحكومة التي يقودها الديمقراطيون تواجه مشكلة في الحكم لم تستطع هذه الحكومة حتى تمرير مشروع قانون البنى التحتية الذي وعدت رئيسة مجلس النواب بإقراره الأسبوع الماضي عليهم معالجة سقف الدين بأنفسهم من الأهمية بمكان رفع سقف الدين بحلول الثامن عشر من شهر تشرين للأول أكتوبر الحالي وبخلافه فإن حكومات ومؤسسات وأفراد في الخارج تدين لهم الولايات المتحدة سيكونون أول المتأثرين بما ينذر بأزمة اقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي يبدو أن الكونغرس لا يزال عاجزا عن التصدي للتحديات الحقيقية بسبب السجال السياسية ومحاولة تحقيق مكاسب انتخابية من دون الاكتراث إلى أمكانية حدوث انهيار اقتصادي كبير محمد كريم واشنطن الميادين وفي الختام إليكم تذكيرا بأبرز العنوين فيسبوك يعز السبب الرئيسي لتعطل منصاته إلى تعديلات خاطئة في الاعدادات والبنتاجون يفتح تحقيقا حول فرضية حصول تهديد أمني واشنطن ترحب بالمحادثات السعودية الإيرانية ومسؤول أمريكي يعلن التزام إدارة بايدن بالدبلوماسية مع طهران في هذه المرحلة الرئيس الفرنسي يعرب عن أمله بانتهاء التوتر مع الجزائر قريبا ويصف علاقته بالرئيس الجزائري بالودية جدا رئيس بعثة تقص الحقائق إلى ليبيا يؤكد للميادين أن ألاف المرتزق السوريين الذين استقدمتهم تركيا للقتال في ليبيا جندهم الجيش السوري الحر ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير زروا موقعنا على الإنترنت الميادين باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر